البداية من السابع من أكتوبر الذي فتح تساؤلات كبيرة سواء كان فلسطينياً إسرائيلياً دولياً هذه التساؤلات لم تلقى إجابة واضحة أنت كقياد فلسطيني كيف نظرت لكل ما حدث في السابع من أكتوبر ومثل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تحياتي لشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض إلى هذا العدوان الهمجي البربري إلى هذه المجازر البشعة التي تقتل الأطفال والنساء الأبرياء وتهدم البيوت على قاطنيها هذا الاستهداف البشع لهذا الاحتلال القذر والسافل الذي يريد أن يصنع بطولات وهمية رداً على ما حدث في السابع من أكتوبر أحيي شعبنا وأقول لهم بغض النظر عن سودوية المشهد الذي يظهر أمامكم اليوم كل الأحرار والشرفاء في العالم معكم كل الغيورين كل عفيفي الضمير كل طاهرين نفس يكونوا معكم لأنهم لا يمكن إلا أن يكونوا مع شعب تحت الاحتلال الظرف صعب كل الكلمات التي يمكن أن تقال لا يمكن أن تخفف عن الناس حجم الجريمة وحجم الظلم الذي يحدث تجاه قطاع غزة الآن